قالت الشرطة الباكستانية نانفجارين هزى مستودع للذخيرة تابع لمكتب مكافحة الإرهاب مما أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية أن نيران اشتعلت في مستودع الذخيرة بسبب تمس كهربائي على الأرجح مشددا على أنه لا يوجد أي دليل على وقوع هجوم من الخارج حتى الآن لكنه لم يستبعد التحقيق في بعض الجوانب الأخرى من الانفجارين وقال المسؤول أن معظم القتلى من أفراد شرطة مكافحة الإرهاب إضافة إلى امرأة وطفلها لقيا حتفهما تصادف مرورهما بالقرب من المبنى وقت الانفجار